طيب انت بقى من النوع اللي بيقعد يحضر كل حاجة ويا جماعة هنأكل كذا هنروح كذا ان انت بتبقي متحكمة في السفرية ولا زي ما تيجي تيجي اللي عايز يأكل يأكل لا انا لما بسافر مع حد ولا بتتكلمي على السيف لا مع الفاميلي بقى انا عايزة او يعني هنتكلم عن داليا في الفاميلي داليا مع صاحبها بس انا لو علي عايزة افضل قاعدة كده من غير ميكوب لابسة الفليب فلوب او الشبش بالصباح وعايزة ابقى براحتي خالص ممكن اعود ارسم بالتسعة ساعات ممكن عايزة اجواء هادية اسمع مكلسوم اسمع باباروتي اسمع مزيكا انما الاكل بقى بس سيب الموضوع ده المامتي يعني مامتي هي بيجي معاكي بقى وهي اللي تأكل بقى ماما لما بتيجي طبعا بيبقى حاجة جميلة البيت بيبقى بقى ريحته كيك ورحته اكله وحاجة جميلة عرب بنا يديها الصحة يا رب انما انا مضطرة اشوف هنأكل ايه النهاردة يعني فاهمة هنطلع ايه النهاردة بس انا علشان ابقى وصريحة انا مش بطبخ بدخل اطبخ بس مش مقدارش اطبخ كل يوم لو انتي طبخة حلوة شطرة لما بطبخ بطلع اكل حلو ايه احلى حاجة بتعملها دليل بهاري لا يعني والله انا بعمل الفتة اللي هي المكدوس موزة وقال مكدوس لا فتة المكدوس اللي بعملها حلو اي اكل حاقف اعملها بطلعها مظبوط يعني حلوة اوحش بقى اسألي اللي بيكله يعني اش حاضر اتكلم عن نفسي حسن ايه برأيه ايه حسن على طول رأيه حلوة حتى لو مش حلوة والرجال اللي بتقول كل حاجة حلوة دي مش عضا الله مبارك حلوين يعني انه يفتح نفسك على حاجة بدل ما ينتقدك طب هو بيدخل في اختياراتك لو انا قلتلك لو حاجة سينما او او حسن موك يقولك داليا بلاش دعم لا ممكن اخد رأيه لو انا شكة في حاجة مش مرتاحة بس هو ليه محاذيث انواسا يقولك داليا انت متجاوزت دلوقتي مايسحش لان هو كان واثق لما اتجاوزني كنت انا قرازي نجحت والحمد لله بقيت معروفة ايوه وبمثل وما كانش عنده تحفظات على اختياراتي او اي دور انا عملته فهو ما حصلش انه قال لي كده يعني ما عادش يقولك لا او خلي بالك لا اسمت بتقولك حاجة تقولك مامي انا شايفة انه ده مش حالو لا مش زايد الوقت زي ما احنا بنسبة لهم مثلا لو انا هكلمك عن الجيل الاجبر او الجيل الاصغر احنا بنسبة لهم مختلفين او طبعا انا بقينا مقافلين طبعا مش عاجبهم حاجة انه ايه ده ايه ايه ده ايه الاراق دي انت اديما اوي انا اديما اوي انا لسه جاية من قريب بتعملي معاها ايه لما تقولي كده لا اسمت كانت في الاول انا اخدتها معايا في مسلسل كانوا محتاجين اطفال في يوميات زوجة مفروسة اه ده تعمل من انه افضل تسير وطلعت حافظتي لهو جال موضوع على الهوا يعني فطلعت حافظتي وكانت هي بتتفرج اكتر على ديزني تشانل ما كانتش بتتفرج على حاجات مصري قوي تعرفش هنانين مصريين كتير غير عادل ايمان ايمان مش ايمام اه عادل ايمان هي تقول عادل ايمان عشان مامتي كده تتفرج عليه فهي ما تعرفش ممثلين كتير مصريين تعرف اكتر اجانب مش حاجة حلوة يعني دي خيبة بالويبة معالا انه في امهات كتير بيتكلموا مع عيالهم ان انجلش اه لا لا ده ملوش علاقة عشان اقاوي اللغة كنت بكلمها انجلش بس هي مفروض تعرف فنانين بلدنا يقولك تتكلمي الاثنين انه عربي وانجلش طبعا انا بكلمها الاثنين اكيد بس هي كانت بتتفرج اكتر على حاجات اطفال للأسف لان احنا ما كانش عندنا حاجات الاطفال ينفع فتفرج عليه فتفرجي اولادك ايه نفسي والله